حتى تكون الخلطة أكبر أحداث دموية وضياع هوية وضبابية فكرية أمور تعصف بالعالم الإسلامي ولتشخيص هذا الواقع عقدت هيئة علماء فلسطين في الخارج ندوة فكرية تحت عنوان الأحداث الجارية في العالم الإسلامي نظرة إيمانية وشرعية بمشاركة عدد من العلماء والباحثين الشرعيين من دول إسلامية عدة ما يجري في العالم الإسلامي يحتاج إلى تجديد الصلة بالله وتقويتها ولأن الإسلام في النهاية هو دين إلهي خالد محفوظ من الله جل وعلا وليس مشروعا بشريا وأشار الباحثون في الندوة إلى أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى التشبع بالمعرفة الفكرية أولا ثم الانتقال إلى العمل الذي يتجلى في سلوكياتها أفرادا وجماعات فضلا عن تشخيصهم لمرض الفساد الذي اعتبروه أصل الداء ومجابهته بشتى الطرق من أهم الواجبات على الأعيان والعامة أمة أقرأ بدأت تقرأ وأنا أقترح وأتمنى أن يتحقق بعد هذا المخيم مخيم آخر بعنوان أمة أعمل بدأت تعمل كما نبه الباحثون إلى أن التحصين الفكري وتحقيق التوازن النفسي وإعلاء النماء الروحي من خلال التربية الفردية الإيمانية أدوات تمثل الترياق الناجع للشبهات التي تحيط بالشباب المسلم وهذا الأمر يقع على عاتق الأبوين تجاه أبنائهم بالدرجة الأولى الإحساس القلبي والتربوي في عموم الأمة دعونا من بيت أو بعض البيوت وإن كانت آلاف مؤلفة جمع الله بين أبنائها وبين الرجال والنساء فيها على الخير بمنظور شرعي وبتأملات إيمانية صلت الباحثون هنا الضوء على الأحداث الجارية في العالم الإسلامي بحثا وتحليلا ومقاربة وحلولا من مدينة إسطنبول قناة الرافدين الفضائية فاروق شريف